ضمن سلسلة لقاءاته مع الجيحات المعانية لتحسين نوعية التعليم والبيئة المدرسية التقى وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة موسى خدام مع ممسل البنك الافريقي للتنمية أليل منزين حيث تباحث الجانبان مختلف المواضيع الخاصة بتحسين البيئة المدرسية لتعليم الفتياد ومسعال التطوير بناء المدارس وتجهيزها بالأساسات والمعدات التعليمية والرقمية الملائمة لاحتياجات الفتياد وتقديم الدعم المالي لهم وتنفيذ حملات توعوية للسكان المحليين لإرسال الفتيات في المدارس كان من أهم القضايا التي تمت مناقشتها خلال اللقاء وبعد خروجه من اللقاء صرح ممثل البنك الافريقي للتنمية أليل منزين أن البنك الافريقي للتنمية يسعى لتسحيل العملية التعليمية من خلال توفير الاحتياجات اللازمة بغيت جودة التعليم ومحو الأمية فضلا أن تطوير تكنولوجية المعلومات والاتصالات في المراحل التعليمية